بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشغف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم متسم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال مؤلف رحمه الله فصل ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره ويجوز ولا يكره بغيره مما ورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد قول المصنف رحمه الله تعالى فصل شرع المصنف في هذا الفصل بذكر ما يتعلق بصفة الصلاة بعد ما ذكر ما يكون به الدخول فيها وهو التحريمة فبدأ بذكر الأفعال القولية التي تكون حال القيم ففي هذا الفصل ذكر ما يتعلق بالواجبات والمندوبات والأركان القولية التي تقال حال القيم ثم سيتكلم في الفصل الذي بعده ما يتعلق بالركوع فقال ثم يدل على أنها تابعة لتكبيرة الإحرام فلا يكون الاستفتاح وما بعده إلا بعد تكبيرة الإحرام وقوله يستفتح يعني يقرأ دعاء الاستفتاح ولذلك عبر المصنف بيستفتح لأن أدعية الاستفتاح متعددة وقد جمعها ابن القيم في زاد المعاد فأوصلها إلى سبع صياغ وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله سر أي أنه يندب أن يكون الاستفتاح سر وهذه الصيغة تدلنا على أن الندب لأمرين يندب الاستفتاح ويندب أن تكون هيئته سر ومخالفة المندوب تارة يكون مكروها وتارة يكون خلاف الأولى كما هو متقرر في كلام أهل العلم وترك الاستفتاح أو الجهر به هل يكون من خلاف الأولى أم أنه مكروه أما بالنسبة لترك الاستفتاح فلم أقف على كلام لهم وإن كان ظاهر كلامهم أن نتركه خلاف الأولى فلا يكره ترك الاستفتاح بالكلية لأن من أهل العلم هو مالك كان يرى عدم الاستفتاح وأما الجهر بالاستفتاح فإن ظاهر كلامهم الذي سيأتي الإشارة إليه بعد قليل حينما تكلموا عن كراهية الجهر بالبسملة فإنه يقتضي من باب الأولوية كراهية الجهر بالاستفتاح لأن هذا قبله ولأنه لم يرد دليل على التلفظ به على الخلاف المعروف في الجهر بالبسملة ومع ذلك كرهوه لحديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكلهم يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين وقول المصنف فيقول هذا هو دعاء الاستفتاح الذي ورد من حديث عائشة وكتب به عمر رضي الله عنه للأمصار سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك بفتحة واحدة لا إله لأن من أهل العلم كما نقل عن ابن عقيل رحمه الله تعالى أنه قال إن الأفضل التنوين فيقول ولا إلها غيرك والصواب خلافه كما ذكر أهل العلم وأن الصواب أن يكون بفتحة واحدة ولا إله غيرك هذا الدعاء إنما أورده المصنف لأنه أفضل أدعية الاستفتاح كما هو ظاهر كلامه لأنه قال ويستفتح سرا فيقول هذا الدعاء فدل على أنه هو أفضل بصيغ الدعاء الاستفتاح وسبب ذلك أن أحمد اختار هذا الدعاء دون غيره لأمرين الأمر الأول أن عمر كتب به إلى الأمصار فكتابة عمر الأمصار أن يدعو به يدل على اختيار الصحابة لهم والأمر الثاني أنه جاء فيه حديث عائشة وحديث عائشة احتج به أحمد وغيره وحسن إسناده جماعة من أهل العلم فهو إسناده قوي وإن كان بعض أحديث الاستفتاح في الصحيح لكنها مقيدة بقيام الليل وإذلك قال جماعة من أصحاب أحمد أن أحمد إنما قدم حديث عائشة على حديث اللهم رب جبريل ومكائل وإسرافيل لأنه ورد في ذلك الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الليل وهذا يفيدنا مسألة تقيد كلام المصنف وهو أن أفضلية الافتتاح الصلاة بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنه الأفضل في صلاة الفريضة فقط وأما النافلة فإنه في قيام الليل الأفضل أن يأتي بما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح به في وتره وفي قيامه الليل وهذا هو تحقيق مذهب أحمد وإن كان ظاهر كلام المتأخرين على الإطلاق لكن جماعة من محققين قيدوا أفضلية هذا الدعاء في الفريضة وما عداه فإنه يكون من باب اختلاف التنوع نص على ذلك جماعة كالشيخ تقي الدين وغيره وذكر أنه هو مذهب أصحاب أحمد الأمر الثالث قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة أن قول المصنف يستفتح سرا يشمل الفريضة والنافلة معا فإن دعاء الاستفتاح مشروع في النافلة ومشروع في الفريضة كذلك وهو مشروع كذلك للإمام والمنفرد والمأموم فالمأموم مع أن الفقه يقولون إن المأموم لا يقرأ الفاتحة إذا جهر الإمام بالقراءة لكن يستحب له أن يدعو بدعاء الاستفتاح ولذا قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى إن ظاهر قول أصحاب الإمام أحمد أن دعاء الاستفتاح آكد على المأموم من قراءة الفاتحة لأنهم لم يستثنوا صورة لا يقرأ فيها الاستفتاح عن المأموم بينما قراءة الفاتحة استثنوا حال الجهر فإنه يلزمه الإنصات إذا لم يكن هناك سكتات فإن كانت السكتة واحدة لا تسع إلا دعاء الاستفتاح فيقدم دعاء الاستفتاح على قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم كما بيّن ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة هناك صورة تكلم عنها بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي وذكره اتجاه من عنده يبدو وهو مسألة إذا كان المرء يصلي صلاة ليل طويلة لها اسم واحد مثل أن يصلي التراويح عشين ركعة باسم واحد لكنه يصليها بتسليمات أو يصلي الوتر 11 ركعة بتسليمات متعددة أو يصلي شيئا طويلا له اسم واحد كصلاة الضحى مثلا فهل تشرع أو هل يشرع دعاء الاستفتاح عند كل ركعة أولى بعد تكبيرة الإحرام أم أنه يفعل عند أول ركعة فقط ذكر مرعي أنه يتجه أنه إنما يدعى بدعاء الاستفتاح في أول الصلاة فقط دون باقي الركعات وإن سلم ثم افتتح بتكبيرة الإحرام هذا ذكره مرعي ويبدو أنه من عنده وأيده بعض المتأخرين الذين حشوا عليه وإن كان ظاهر كلامهم أنه يستفتح في كل ركعة بعد تكبيرة الإحرام لأن قول المصنف ثم يستفتح سر لم يستثني فيما لو كانت الصلاة طويلة لها اسم واحد وقول المصنف في آخر هذه الجملة هو يجوز ولا يكره بغيره مما ورد قوله يجوز ليس بمعنى أنه يستوي الطرفان بل معنى الجواز هنا أنه يشرع فهنا الجواز بمعنى أنه مندوب لكنه الأولى خلافه الأولى خلافه هو مشروع ومندوب لكن الأفضل منه هو الدعاء الذي ورد في حديث عائشة وسبق صياغته ولا يكره غيره مما ورد فلابد أن يكون مما ورد وذكرت لكم أنها سبع صياغين أوردها ابن القيم أو نحوها قد تزيد ربما أو تنقص وأيضا على هذه الجملة تقييد آخر ما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا محمول على غير الفريضة وأما قيام الليل فمنصوص أحمد وتعليل أصحابه ونص بعض المحققين منهم أن قيام الليل قد يقال بأفضلية غير هذا الدعاء مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمه كاللهم رب جبريل ومكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض ثم يتعوذ سرا فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قوله ثم يتعوذ سرا يدلنا على أن التعوذ يكون بعد دعاء الاستفتاح وقوله سرا أي من غير جهر ومر معنا معنا الجهر هو أن يسمع من بجانبه وأما الجهر الذي يحصل به النطق فهو أن يسمع نفسه فهذا مشروع بل واجب عندهم وأما الذي يسمع به من جانب هذا هو الجهر الذي يمنع منه وقوله يتعوذ سرا هنا أن ندب لأمرين التعوذ ولكونه غير متلفظ به جهرى وإنما يسر به وتقدم نفس الكلام في تركها من الذي يحصل به في الاستفتاح قوله فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه أفضل صيغ الاستعاذة وهي التي اتفق علماء الإقراء على إرادها وكل ما ورد من صيغ الاستعاذة فإنها مشروعات فضل وكيفما؟ وكيفما تعوذ من الوارد فحسن نعم ما تعوذ من الوارد فحسن يقوله هي صيغ يوصلنها إلى أربع منها أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومنها أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ومنها أن يقول أعوذ بالله أو أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من نفسه ونفخه من الشيطان الرجيم كل هذه واردة وكله جاز ثم يقرأ البسملة سرا ولو قيل إنها من الفاتحة قول المصنف ثم يقرأ البسملة المراد بالبسملة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه الكلمات الأربع وقوله سرا يدلنا على عدم الجهر بها بل إن الفقه نص على كراهية الجهر بالبسملة لأن الصحابة قالوا إنه محدث فهو مكروه أن نطق بها وقول المصنف ولو قيل هنا لو إشارة لخلاف وذلك أن الفاتحة كما سيقرر المصنف ليست منها البسملة وإن كانت البسملة آية لكن من أهل العلم قال إنها آية من الفاتحة وهي طريقة عد الكوفيين فإن الكوفيين يعدون البسملة آية من الفاتحة كما سيأت إن شاء الله ومن أصحاب الإمام أحمد كما نقل ذلك الزركشي في شرحه على الخرقي من قال إنه لو قيل إن البسملة آية من الفاتحة فحينئذ يشرع الجهر بها يشرع الجهر بها ورد ذلك الزركشي وقال بل إنه لا يشرع الجهر بالبسملة على الطريقتين على طريقة من يعدها آية من الفاتحة وعلى طريقة من يعدها آية قبل الفاتحة فعلى الطريقتين لا يجهر بالبسملة لأن الصحابة أنكروا جهر النبي وأبي بكر وعمر وباقي الصحابة بالبسملة فدل ذلك على المنع منها إذن فقول المصنف إشارة لخلاف وهو أن بعض المتأخرين كما نقل الزركشي أنه قال يلزم من القول بأنها آية أن يجهر بها ثم رد ذلك وليست منها كغيرها بل آية من القرآن نعم قوله وليست منها أي وليست البسملة آية من الفاتحة كغيرها أي كغير الفاتحة فليست آية من الفاتحة ولا باقي الصور لا البقرة ولا آل عمران ولا غيرها من الصور إلا اللهم ما هو معهود في الذهن وهو أنه جزء من آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ليس آية من أي من السور قال المصنف بل آية من القرآن حيث كتبت من القرآن فهي آية إذ لم يزد في القرآن حرف ما هي كأن يزاد فيه جملة وهي البسملة فهي آية أنزلها الله عز وجل لافتتاح السور وللفصل بين السور فيفتتح بها الفاتحة وسائر السور وهي للفصل بين السور بين البقرة وآل عمران وبين الفاتحة والبقرة وهكذا إلى آخر القرآن اللهم إلا في براءة مشروعة قبلها وبين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها نعم قوله مشروعة أي مشروع قراءتها قبلها أي قبل الفاتحة فيستحب قراءة البسملة وبين كل سورتين كل سورتين يستحب قراءة البسملة سوى براءة سورة براءة وهي التوبة فيكره ابتداؤها بها كما جاء ذلك عند الترمذي من حديث عثمان وغيره فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ أو التعوذ حتى بسمنا أو البسملة حتى شرع في القرآن سقط نعم هذه تفريعات على القاعدة المشهورة التي تكرت معنا كثيرا وهي أن السنة إذا فات محلها فإنها لا تقضى قال المصنف فإن ترك الاستفتاح ولو عمدا حتى تعوذ يعني لو أن شخصا ترك الاستفتاح حتى شرع بالعبادة التي بعدها وهو التعوذ فمعناها أن وقت الاستفتاح قد انتهى فلا يقطع الاستعاذة أو يقرأ الاستفتاح بعد التعوذ لأنها سنة فات محلها فلا تقضى ومثله التعوذ إذا لم يتعوذ حتى بسملة بمعنى أنه شرع بالبسملة فكذلك ومثله أيضا في البسملة إذا شرع في القرآن فإنه يسقط مشروعيتها ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية مشددة نعم قوله ثم يقرأ الفاتحة أي بعد البسملة وحيث أن البسملة ليست آية من الفاتحة كما هو طريقة عد المدنيين وأما الكوفيون فإنهم يعدون البسملة آية من الفاتحة وذلك أن هناك طرق عند علماء الإقراء وقد جمع في عد الآية جماعة من أهل العلم ومن الكتب المتقدم التي طوبعت كتاب أبي عمر الداني في عد الآية وهو مجلد كبير يتعلق بعد الآية وجماعه غيره كثير ذكروا أن المكيين طريقة والمدنيين طريقة والكوفيون كذلك والبصريون وأن المدنيين والمكيين وغيرهم لا يعدون البسملة آية مع اتفاق الجميع على أن الفاتحة سبع آيات وينبني على هذا معرفة عدد الآية حكم سيأتي بعد قليل وهو مشروعية الوقف على رؤوس الآية متى يكون الوقف كما سيأتي إن شاء الله قولهم رتبة أن يرتب الآية يبدأ بالفاتحة وما بعدها نعم عندما قلنا أن البسمة ليست آية من الفاتحة فلو فصل بين البسملة وبين الفاتحة بفصل طويل بسكوت أو ذكر فإنه لا يشرع إعادتها مرة أخرى لأنها هي آية يؤتى بها قبلها وليست آية منها فلا يلزم التوالي بين البسملة وبين الفاتحة وقولهم مرتبة يعني لا بد أن تكون الآية مرتبة كما أنزلها الله عز وجل متوالية فلا يفصل بينها بفصل طويل أو بشيء ليس من جنسها كما سيأتي بعد قريب وقولهم مشددة أي بذكر مواضع بنطق الشدات التي وردت فيها وسيذكر المصنف بعد قليل أن الفاتحة فيها إحدى عشرة تشديدة فلا بد أن يأتي بالشدات وأن لا يترك هذه الشدات الشدة لأن الشدة هي حرف ساكن فإسقاطه لإحدى الشدات هو بمثابة إسقاط حرف في الفاتحة وبناء عليه فمن ترك الترتيبة لم تصح قراءته ومن ترك الموالاة بقدم آية ففصل بين الآية لم تصح قراءته ومن ترك شدة فأكثر فإنه لا تصح قراءته فحينئذ يلزمه استئناف القراءة من جديد بعد ذلك والمستحب أن يأتي بها مرتلة معربة نعم قول مصنف المستحب أن يأتي بها مرتلة معربة معنى قوله مرتلة هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف هكذا عبر ابن الجزر في النشر ولماذا ذكرنا الترتيل هنا لأن المتأخرين والمعاصرين جعلوا للترتيل معنى آخر وأن مرادهم التمهل فيه وليس المراد بالترتيل هنا التمهل وقد نص الإمام أحمد على أنه يشرع الاسترسال بل السرعة أحيانا في قراءة القرآن وقال إنه في قيام الليل له بكل حرف عشر حسنات فقال إن الحذر في القراءة أجود من التمهل في قيام الليل خاصة نص على أحمد ذلك فقط أردت أن أبين أن الترتيل هنا هو ما قصده علماء الأداء كما ذكر ابن الجزري أنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف وقوله معربة بمعنى أنه مشكل الحروف فيلزم أن تكون الحروف معربة ولماذا قلنا بالاستحباب لأن الفقهة وسيأتي تفصيله إن شاء الله في محله عندهم أن اللحن في قراءة القرآن نوعان لحن الجني ولحن خفي يختلف عن مصطلع علماء الأداء والتجويد فاللحن الجني عند الفقهة هو ما يحيل المعنى واللحن الخفي هو الذي لا يحيل المعنى وإن كان لم ينزل به القرآن وبناء على ذلك فإن تسكين الحروف الحمد لله رب العالمين فيقول لله بدل ما يقول لله فهذا جزم وعدم إعراب مع وصل الكلمة فهذا عندهم خلاف المسنون لكن لا تبطل به الصلاة ولذلك عبر يأتي بها مرتلة فيأتي بالتجويد هذا السنة التجويد قراءة بالتجويد سنة في الصلاة ومعربة أن يقرأ بها مشكلة فإن غير التشكيل قد يصل الكراهة وقد يصل إن غير المعنى إلى إبطال الصلاة نعم يقف فيها عند كل آية نعم قول المصنف يقف فيها عند كل آية كما جاء في القراءة في صفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجعل أن نرجع للمسألة ذكرناها قبل قليل أن العلماء اتفقوا على أن عد آية الفاتحة سبع لأنها هي السبع المثاني فيكون الحمد لله رب العالمين هي الأولى الرحمن الرحيم الثانية مالك يوم الدين الثالثة إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الخامسة صراط الذين أنعمت عليهم السادسة غير المغضوب عليهم والضالين السابعة فحينئذ تكون الآية الأخيرة التي يعدها العراقيون والكوفيون آية واحدة تكون آيتين على عد جمهور علماء الإقراء من المكين والمدنيين وهي الذي عليها اختيار مذهب أحمد فيستحب الوقوف عند هذه المواضع السبع وآخرها نهاية السورة وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى تعلق الصفة بالموصوف أو غير ذلك يقول يقف على الآية الأولى وإن كانت الآية الثانية متعلقة بالأولى إما تعلق الصفة بالموصوف بأن تكون الآية الثانية صفة للموصوف الأول وهذا كقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فإن الرحمن والرحيم نعوت وصفات لله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فتقف عند الآية الأولى وإن كانت الآية الثانية صفات له سبحانه وتعالى قال أو غير ذلك مثل تعلق البدل بالمبدل منه ومر معنا قبل قليل أن جمهور علماء الإقراء واختاره أحمد وغيره أن قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم من الضالين أنه يقف عند أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا بدل بدل فيكون من باب التعلق البدل وهذا معنا قوله غير ذلك ويمكن حروف المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط نعم حروف المد واللين طبعا حروف المد تعرفونها ثلاثة الألف والواو والياء إذا جاء قبلها قبل الألف فتحة يعني الحرف الذي قبل الألف مفتوح أو الحرف الذي قبل الواو مضموم أو الحرف الذي قبل الياء مكسور وتكون حروف اللين حرفان فقط وهما حرف الواوي والياء إذا كان الحرف الذي قبل هذين الحرفين مفتوح ويكون التمكين عند ما يسمى بالعارض للسكون فيكون المد العارض للسكون عند الوقف على الكلمة إذا كان بعدها حرف فوقف عليه القارئ ويكون مده من حركتين إلى أربع أو ست حركات وأما حروف المد فإنها يمدها حركتين مدا طبيعيا وهذا معروف نعم وهي أعظم صورة في نعم قال ما لم يخرجه ذلك أي يخرجه تمكين حروف المد واللين عند العارض للسكون عند كونه وقفا عارض للسكون إلى التمطيط فلا يمد مدا زائدا عن ذلك وذلك يكره التمطيط كراهة شديدة نعم طبعا وينبنى على ذلك المسألة المشهورة جدا وهو أن بعض الناس عندما يريد أن يقرأ ببعض اللحون الذي يسميها بعض الناس المقامات تقتضي ذلك أن يأتي بالتمطيط وهذا يقع فيه بعض المجيدين للقراءة وإن ادعى بعض الناس أنه يمكن أن يقرأ بالمقامات من غير تمطيط لكنه في لحظات كثيرة ينسى نفسه ثم يأتي بالتمطيط وذلك الإنسان يقرأ بلحون العرب الذي هو التجويد هذا هو اللحون العرب هو التجويد ومعنى قوله مرتلة هذه هي اللحون العرب التي يقرأ بها وصلتنا بهذه الصيغ اجتهد في بعضها كما سيأتي في صيغ الأداء وأما القراءة بالمقامات وتعمدها فلا شك أنه منهي عن ذلك وأقل أحواله أن يكون النهي نهي كراها كما جزم ابن الناظم ابن الجزري ابن ابن الجزري نعم نقرا عن أبيه نعم وهي أعظم سورة في القرآن نعم هذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم آية فيه آية الكرسي فيه أي في القرآن نعم وفيها إحدى عشرة تشديد نعم هي التي مرت معنا وهذه واضحة الحمد لله هذه على اللام ربي العالمين الرحمن على الراء الرحيم هذه أربع مالك يوم الدين على الدال إياك على الياء نعبد وإياك الثانية نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين اللام أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالين فيها تشديدتان نعم فإن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها نعم لم يعتد بها أي بتلك القراءة فحينئذ إما أن يستأنف القراءة فإن فات محل بطلة الراكع بالكلية أو الصلاة وإن قطعها غير المغضوب قول مصنفنا فقط فائدة قوله فإن ترك حرفا منها طبعا التشديدات اتفق القراء على هذه الشدات الأحدى عشرة وأما من يرى أن البسملة من الفاتحة كما هو مثب الشافعية فإنهم يزدون ثلاثة تشديدات فيكون في الفاتحة أربعة عشرة تشديدة قول مصنف أو ترك حرفا اتفق القراء على حروف الفاتحة ما عدا حرف واحد سيأتي وهي مالكي ومالكي فالحرف الوحيد الذي يجوز تركه عمدا هو حرف الألف من مالكي فيجوز تركه وسيأتي في كلام مصنف فقط يعني هذا الاستثناء لأنه سيأتي ذكره فأنسب أن نريد محل الاستثناء هنا فمن ترك هذا الحرف هو حرف الألف من مالكي لا تبطل صلاته ولو عمدا وإن قطعها غير مأموم بذكر أو دعاء أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لازمه استئنافها نعم قوله وإن قطعها غير مأموم لأن المأموم سيأتي حكمه بعد قليل بذكر أي ذكر الله عز وجل أو دعاء أو قرآن كثير قول المصنف هنا كثير يعود للثلاثة للذكر ويعود للدعاء ويعود للقرآن فيعود للثلاثة جميعا وتعبير المصنف بالكثير المراد بالكثرة بالعرف هكذا قال الشراح أن الكثرة هنا مردها للعرف فليست محدودة بكلمات معينة أو بزمن معين وقول المصنف بدعاء أطلق الفقهاء أن من أتى بدعاء كثير فإنه يكون يقطع قراءة الفاتحة يعني يقطع الموالة بين آياتها ووجدت لبعض المتأخرين وهو الشيخ عبد الحي زيادة قيد فزاد بدعاء كثير غير مشروع فزاد كلمة غير مشروع نعم قوله أو سكوت طويل أي من غير كلام عمدا أي للسكوت لأنه سيأتي حكم السهو ونحوه لزمه استئنافها يلزمه أن يأتي باستئناف القراءة إن كان في المحل أو بطلة إن كان لم يأتي به بعد ذلك فيستئنف القراءة يعني فيقرأها من جديد فيبدأ من أول السورة لا إن كان يسيرا أو كثيرا أو سهوا أو كثيرا سهوا أو نوما طيب قوله لا إن كان الذي يظهر أن ضمير كان إنما يعود للسكوت يعود للسكوت لا إن كان السكوت يسيرا أو كثيرا لأنه هو آخر مذكور ويقوي هذا العود للضمير أن هذه الجملة مأخوة من مختصر ابن تميم وابن تميم إنما نص على السكوت دون ما عداه من الذكر والدعاء طيب قال لا إن كان أي سكوت يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما يعني ساهيا أو نام نوما لا ينقض الوضو مثل أن يكون المرء غير مستاند فنام ومر معنا من نوم الذي ينقض الوضو قال أو انتقل إلى نعم فإنه حينئذ لا يبطلوا صلاة لا يبطلوا قراءة الفاتحة ويلزموا الاستئناف نعم أو أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال نعم أو انتقل إلى غيرها من السور غلطا غير عمد فطال خطأه فنبه فإنه لا يلزمه الاستئناف بل يرجع إلى الآية التي وقف عليها وكذلك من سكت سهوا أو نوما ولا يضر في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا نعم بدأ المصنف يتكلم عن المأموم الذي استثناه قبل قليل قال ولا يضر قطع قراءة الفاتحات بين الآية في حق مأموم إن كان القطع بذكر أو بدعاء أو السكوت مشروعا ومثل لذلك قال كالتأميني وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه كيف يتصور ذلك فقهاءنا رحمه الله تعالى يقولون إن المأموم يشرع له أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام والإمام له ثلاث سكتات قبل قراءة الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة وقبل الركون فيجوز المأموم أن يجزئ قراءة الفاتحة في هذه السكتات الثلاث لأنه إذا قرأ الإمام وكان المأموم يسمع قراءته فيلزمه وجوبا أن ينصت له لقول أحمد أجمع على أن قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أنها نزلت في الصلاة فيجب حينئذ الإنصات للقراءة وعدم القراءة مع الإمام لمن كان يستمعه فاستثنوا هذه الصورة وهو يجوز ترك المولى فتقطع وبناء على ذلك فلو كان يقرأ وتكلم المأموم بذكر كالتأمين قال آمين أو سجد للتلاوة قرأ بعض الفاتحة على أنه سيقرأ تتمتها قبل الركوع في سكتة الإمام قبل الركوع فسجد الإمام للتلاوة فكذلك أو كان لا يسمع قراءة الإمام وهو يقرأ سجد الإمام للتلاوة فيتبعه على ذلك قال والتسبيح بالتنبيه بأن ترفض بذكر التسبيح بأن نبه الإمام على خطأ ونحوه قال ونحوه مثل أن يكون الإمام يقرأ القرآن فأخطأ في القراءة ففتح عليه بقراءة آيات فقطعت قراءته فكل ذلك لا يقطع القراءة أو لاستماع قراءة الإمام ويبنيه نعم لاستماع قراءة إمام ذكرتها في البداية وهي في السكتات الثلاثة ويبني على قراءة الأولى وَلَا تَبْطُلُ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا وَلَا تَبْطُلُ بِنِيَّةِ قَطْعِهَا الفاتحة من نوى قطع قراءتها فإنها لا تنقطع وهذه تصور في حالتين الحالة الأولى شخص جازم بقطع النية فهذه لا تنقطع لأن الفاتحة ذات أبعاظ فكل جزء منها منفصل عن الآخر فلو مجرد النية ولو سكت معه سيأتي بعد قليل ولو سكت سكوتا يسيرا مع النية فإنها لا تنقطع ولو سكت سكوتا طويلا فتنقطع بالسكوت الطويل عرفا لا بالنية ولا بالسكوت فقط الشخص الثاني دائما يرد السؤال وهو من أصيب بوسواس فكثير من الذين أصيبوا الوسواس القهري قد يرد عليه يقول أنا نويت قطع الفاتحة قراءة الفاتحة فيعيدها مرة ومرتين وثلاثا وعشرة فلنقول له ابتداء لا لكونك موسوسا بل إن نية قطع الفاتحة لا يؤثر فيها قول مصنف ولو سكت يسيرا هذا إشارة للخلاف فقد نقل صاحب الإنصاف أن هناك وجها في المذهب اختاره القاضي أبو يعلى أن من نوى قطع قراءة الفاتحة وسكت السكوتا يسيرا فإنها تنقطع قراءته فيلزمه الاستئناف لكن ذكر مصنف أن هذا على خلاف المعتمد ويأتي في صلاة الجماعة إذا لحن لحنا يحيل المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه نعم سيأتي هناك إن شاء الله تفصيل هذه الحكم ويكره الإفراط في التشديد والمد وأن يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه نأخذها جملة جملة قول المصنف ويكره الإفراط في التشديد والمد الإفراط في التشديد والمد له صورة الصورة الأولى بما لا يتوافق مع ما جاء في قراءة المقرئين جميعا فإن بعض الناس ربما يفرط في التشديد فيزيد عن الحرف الساكن الذي ينطق وأضرب لك مثالا في رفض الجلالة وهذا يقع مثلا من بعض المؤذنين فحينما يقول الله أكبر يقول الله فيكرر اللامة أكثر من مرة فحينئذ مع تشديده عليها بلسان فيكون من هذه الصفة وكذلك زيادة المدود عما لم يرد عند علماء الإقراء وعلماء الأداء فتجده بعضهم يمد إلى أكثر من 12 حركة وربما بعضهم يزيد عن ذلك وهذا موجود تسمعه الآن في التسجيلات الموجودة في وسائل التسجيل الموجودة الآن هذا الأمر الأول إفراط الخارج عن طريقة علماء الإقراء كلام المصنف كذلك يشمل ما جاء عن بعض علماء الأداء من من الإفراط في التشديد والمد وقد ذكر بعض علماء الإقراء أن من القراء من يشدد فيها وأنقل لك كلام أحدهم وهو ابن خلف الأنصار صاحب الإقناع في القراءات السبع فقد ذكر أن القراء مجمعون على التزام التجويد قال وهو إقامة مخارج الحروف وصفاتها فأما أسلوب القراءة من حدر ونحوه فهم متباينون في ذلك قال فحمزة والمصريون عن ورش عن نافع يمططون اللفظة ويمكنون المد والتشديد ويزيدون في حروف المد والليل وأما قالون وابن كثير وأبو عمر فقراءتهم على خلاف ذلك من غير إفراط في التشديد ولا مبالغة في التحقيق إذن هذا الكلام ذكرت لك قبل قليل يدل على أن أحمد وأصحابه يكرهون حتى بعض ما جاء من طرق الأداء وطرق الأداء ليس كلها توقيفي بل كثير من طرق الأداء التي جاءت عن علماء الإقراء اجتهادية من علماء الأداء نص على ذلك أكابر علماء التجويد كابن الجزري في النشر وغيره وإذلك من الخطأ لا يوجد عند بعض المعاصرين من تخطئة بعض القراء فيما يتعلق بصياغ الأداء التي يتجوز فيها نعم المدود التمطيط منهي عنه يمنع عنه لكن بعض صياغ الأداء سيأتي الإشارة لها بعد في كلام الصنف بعدها قريب هذه اجتهادية وسيأتي أيضا تأكد عليها فيما بعد نعم قالوا أن يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين أي ويكره ذلك هذه ذكرها الشيخ تقي الدين يبدو أنها كانت في بعض البلدان وسمعت من بعض الزمل من يقول إنها موجودة في بعض البلدان أن الإمام إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال المأمون مثله إياك نعبد وإياك نستعين هذه مكروهة لعدم رود النص ما الذي ورد به النص؟ الذي ورد به النص أن يقول سبحانك بلى كما في سورة القيامة والتين أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتها؟ فتقول سبحانك بلى وهذه ثبت بعض الأحاديث فيها من التي وردت عن السلف أنه إذا جاء لفظ التهليل أو التسبيح فإنه يسبح أو يهلل أحمد نص أن بعض السلف من قال ذلك ونقلها بمفلح وغيره فهو جائز ما نقول هو سنة وإنما نقول هو جائز كما يفعل بعض الكبار السن إذا جاءت آية فيها تسبيح قال سبحان الله نص أحمد على أن بعض السلف فعلها ونقلها بمفلح فهذه تكرار الآية من المأموم ورد بها النقل عن السلف رضوان الله عليهم والصحابة كابل عباس وغيره وحذيفة وأما ما لم يرد فإنه يكون غير مشروع وإنما يكون مكروها كما ذكر مصنف هنا نعم ونحوه ومالك أحب إلى أحمد من ملك نعم قول مصنف ومالك أي في الفاتحة يقرأ مالك يوم الدين أحب إليه من ملك نص على ذلك أحمد في أكثر من نص منها قوله في رواية فيما نقله عنه أبو داود أنه سأله ملك أو مالك فقال أحمد مالك أكثر ما جاء في الأحاديث فاستدل أحمد على أن الأحاديث الوالد عن نبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها لفظ مالك أكثر من لفظ مالك وجاء في رواية أخرى أنه قال هي القراءة القديمة هكذا قال أحمد مع أن مالك مع أن مالك لم يقرأ بها من السبعة سوى عاصم والكسائي بينما مالك قرأ بها خمسة من السبعة لكن كثير من علماء الإقراء ومنهم أبو مجاهد صاحب كتاب السبعة اختار قراءة مالك ومنها أحمد اختار قراءة مالك وسبب الاختيار علل أحمد أول شيء أنها هي التي وردت وافقها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حديث إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثناء علي عبد وهكذا وسبب الثاني قالوا هل تعلم من فقها أن مالك فيها زيادة حرف فيكون في قراءتها زيادة عشر حسنات هذا لم يعلل به أحمد صراحة وإنما علل بها أصحابه فإذا فرغ قال آمين نعم قوله فرغ أي من الفاتحة قال عب ربي فإذا فدل على أنها متابعة لها قوله آمين يقولها هكذا من غير زيادة فلا يزيد رب العالمين فإن رب العالمين يكره الإتيان بها مثل ما قلنا قبل إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام لا يقول الله أكبر كبير بعد سكتة لطيفة نعم يسكت سكتة لطيفة من غير اتصال مباشرة العلة نعم تفضل ليعلم أنها ليست من القرآن نعم هذا حكم مستقل أن آمين ليست من الفاتحة وليست من القرآن كله وإنما هي مشروعة عند القراءة يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر نعم قول المصنف يجهر بها إمام ومأموم معا قوله معا تفيدنا حكمين الحكم الأول أن كلاهما يجهر بها وهذا واضح فكلا الإمام والمأموم يجهر بها وحكمه مستقل عن الآخر فلو جهر الإمام وكان المأموم لا يجهر بها جهز وكذلك العكس لو كان الإمام لا يجهر بها بأن كان يرى مذهب أبي حنيفة فالمأموم يجهر بها كذلك الحكم الثاني قوله معا يدلنا على أن الإمام والمأمومة يجهران بالتأمين معا في محل واحد فيقولونها في وقت واحد آمين وهناك وجه في المذهب وهذه سأذكر روة الثاني لأن ربما بعض المعاصرين قد يخيرها وهناك وجه في المذهب قوي جدا استظهره المرداوي في الإنصف فقال هو الأظهر أن الإمام يقولها أولا ثم المأموم بعده يقولها فيقول الإمام آمين ثم المأموم يقول بعده آمين والسبب الاختلاف في ذلك الحديث فإذا قال إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي الحديث إذا قال آمين فقول آمين والفاء تفيد التعقيب فظاهر الحديث يدل على أن التأمين المأموم بعد الإمام وهذا الذي ربما استظهر المرداوي هذا الوجه لأجله وقد ذهب بعض المشايخ المعاصرين بهذا الرأي ثم إنه في آخر حياته وقف على لفظ آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقول آمين فهذا اللفظ يدل على استحباب أن يكون المأموم والإمام كلاهما يؤمن في وقت واحد وهذا يدلنا على أن كلا الوجهين جائز ولكن لعل الأفضل أن يكون تأميم المأموم مع الإمام كما قدمه المصنف هنا كما جزم به المصنفون وإن كان المرداوي قد استظهر الوجه الثاني ومنفرد وغير مصل إن جهر بالقراءة نعم المنفرد إذا صلى وحده وغير المصلي إذا كان يقرأ الفاتحة وحده كذا ورد فإنه يجهر بها بشرط أن يكون قد جهر بالقراءة قبلها وإن تركه إمام أو أسره لأنها تابع والتابع يأخذ حكمة بوع وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا ليذكره طيب قوله وإن تركه إمام أي ترك التأمين أو أسره لم يؤمن بالكلية تركه بالكلية لم يؤمن أو أسره أتى به سرا سواء كان إسراره أو تركه عمدا أو سهوا قال المصنف أتى به مأموم جهرا أن المأموم يجهر به ليذكره ذلك حتى وإن كان الإمام لا يرى الجهر لأنها سنة مشروعة وقد جاء الأمر بها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وقال إذا من أمن فإذا من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ذنبه فالأحاديث صريحة في ذلك لكن هنا فائدة نقل بن قندس عن الشيخ تقي الدين وأيده أنه يجوز ترك بعض السنن من باب التأليف لكي لا تحدث فتنة فعلى ذلك قد يتركوا الإسرار بالبسملة لأجل التأليف في من صلى عند قوم يعني يفش فيه مذهب الشافعية ولا يعرفون حكما غيره أو قد يكون من باب التأليف كما صلى عند قوم من الحنفية عدم الجهر بالتأمين وكلام الشيخ تقي الدين جيد وقال إن هذا منصوص أحمد وبناها على مسألة أخرى ووافقه كثير من الأصحاب ونقلت لكم عن بن قندس حواشي في أكثر موضع من حواشي حواشي على المحرر والفروع كذلك فقط هذا باب يعني أن هذه السنة أحيانا لمصلحة قد تترك وهو التأليف كذا عبر الشيخ تقي الدين وابن قندس وابن قندس سمى تقي الدين لأن المرداو إذا قال قال شيخنا تقي الدين يعني به ابن قندس وإذا قال قال الشيخ تقي الدين فيعني به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ويأتي المأموم أيضا بالتعود ولو تركه الإمام نعم ويأتي أيضا بالتعود وأيضا البسمة كما تقدم معنا وأيضا الاستفتاح وإذلك فإن عبارة المصنف بالتعود يعني ليس قاصرة فالأولى أن يأتي بالجميع لكنه أتى بالتعود يعني إشارة للاستفتاح والبسملة فإن ترك التأمين حتى شرع في قراءة السورة لم يعود إليه نعم هذا تطبيق قاعد ذكرناها قبل قليل أن السنة إذا فات محلها لا تقضى والأولى المد نعم قوله والأولى المد هنا قوله المد المراد في قول الإمام والمأمون والمأموم آمين طيب المد ما نبراد به يشمل أمرين المد في الهمز والمد في اليعي والدليل على أن الأولى المد أن الصحابة كانوا يمدون بها فالمد في الهمز يقابله القصر فالقصر هو أن يقول أمين أمين كما هو نطق بعض الناس فيقول أمين فيجعلها همزة من غير مد وأما بالمد فيقول آمين والأمر الثاني هو أن يمد حرف المد وهو الياء ويمد كذلك الهمز بما يزيد عن الحركات الطبيعية فيصلها إلى أربع وقد يكون إلى ست حركات إذن هذا معنى قوله والأولى المد يشمل في الحرفين حرف المد وفي الهمز الأول فيجعله حرف مد آمين نعم ويجوز القصر في آمين ويجوز القصر في آمين منفروض أن نقول فتكون كذلك ويحرم تشديد الميم نعم قوله ويحرم تشديد الميم بأن يقول آمين لأنه يتغير المعنى وينبني على التحريم أنه تبطل به الصلاة لأنه كلام ليس مشروعا في الصلاة فتبطل به الصلاة وهذا هو المعتمد المذهب نعم من اللغويين من وجه آمين بمعنى آمين لأن آمين بمعنى اللهم استجب فإن قال آمين رب العالمين لم يستحب قال فإن قال آمين هنا آمين بدون تشديد فإن قال آمين رب العالمين أي يا رب العالمين لم يستحب مثل ما قلنا قبل في الله أكبر كبيرا ومثل ما ذكرتها قبل ذكرتها قبل قليل ذكرت هذه المعلومة في أول كلام مصنف إنما قلنا آمين فلا يقول رب العالمين طبعا لم يستحب ويكره لأن هناك قالوا يكره أيضا أن يقول الله أكبر كبيرا لما قالوا يكره هناك فيكره هنا لأنهم قاسوا هذه المسألة على تلك ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة مأموم نعم السكتات التي للإمام ثلاث ورد في بعض الأحاديث سكتتان وفي بعضها وإن كان مرسل لكنه احتج به أحمد وغيره أنها ثلاث سكتات السكتتان التي ورد فيهم الحديث الصريح حديث بهرير قبل الفاتحة وقبل الركوع والثالثة التي جاءت عن مجاهد وغيره أنها بين الفاتحة وبين القراءة فهي ثابتة هذه السكتة ومشروعة هذه السكتة لماذا قلت هذا الخلاف في الأحاديث؟ لأن من أهل العلم قال إن عدم إراد هذه السكتة من بعض الصحابة يدل على عدم طولها وهذا كلام الشيخ تقييد وإذلك فإن قول المصنف ويستحب سكوت الإمام بعدها بقدر قراءة الإمام وافق فيه بالمفلح في الفروع ولكن الشيخ تقييدين يقول ليس كذلك وإنما السكتات الطويلة تكون قبل القراءة وقبل الركوع وأما السكتة التي تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة فليست طويلة بدليل أن من الصحابة من لم يذكرها فدل على أنها ليست سكتة طويلة ولكن المصنف تبع صاحب الفروع قال يقرأوا يسكتوا بقدر قراءة المأموم نعم ويلزم الجاهل تعلمها نعم ويلزم الجاهل أن يتعلم الفاتحة وما المراد بالتعلم هل يتعلم قراءتها أم يتعلم حفظها ما الفرق بينهما أن تعلم القراءة بحيث أنه يعرف قراءتها من صحيفة كورقة يجعلها في جيبه بينما الحفظ أن يجعلها في صدره هم احتمالان أوردهم ابن نصر الله واستظهر ابن نصر الله أن الواجب هو معرفة قراءتها ولو من مصحف لأنه يعني يجوز له أن يقرأها من مصحف كما سيأتي إن شاء الله في كلامهم إذن معنى قوله ويلزم الجاهل تعلمها استظهر ابن نصر الله أن المراد بتعلمها تعلمها نظرا من المصحف ولا يلزم الحفظ هذا استظهارا منه وذكر أنه لم يقف على أحد النص عليها قبله فإن لم يفعل مع القدرة عليه لم تصح صلاةه بناء على ذلك أن العلماء يقولون وهذا نص عليه بمفلح فقال يتوجه على الأشهر أن من لم يكو حافظا الفاتحة لكنه قادر على قراءتها من المصحف أو من ورقة تكون معه فإنه يجب عليه قراءتها فحينئذ يجب عليه قراءتها ولو من ورقة فإن لم يقدر أو ضاق الوقت عنه سقط ولزمه قراءة قدرها في عدد الحروف والآيات من غيرها نعم قوله ولزمه أي لزمان عاجزة عن قراءتها قراءة قدرها أي قدر سورة الفاتحة وقوله قراءة أي سورة فهنا قوله القراءة فالقراءة هنا للقرآن فيقرأ من القرآن وآي القرآن وسوره ما شاء من أي القرآن بقدرها بعدد الحروف والآيات فيقرأ قوله الله أحد والفلاق والناس من البقرة من آل عمران من أي سورة شاء بقدر آياتها فلا بد أن تكون سبع آيات ولا بد أن يكون بعدد حروف الفاتحة طبعا هنا الكلام في من متى يلزم قراءته بعدد الحروف والآيات قالوا إذا قرأ آيات من القرآن طيب الآيات سبع بإجماع كما ذكرت لكم قبل قليل وأما الحروف فالحقيقة يعني لم أقف على أحد من أصحاب أحمد نص على عدد حروف الفاتحة لكن وجدت عند المحشين من الشافعية أنهم ذكروا أن حروف الفاتحة أن حروف الفاتحة مائة وستة وخمسون حرفة ولكن يجب أن تراعي أن الشافعية يرون أن البسملة من الفاتحة وذلك يقولون هي مائة وستة وخمسون حرفا مع البسملة والبسملة يقولون هم كذلك أنها تسعة عشر حرفا رسميا أي مرسوما وفيها ثلاث شدات فيكون حينئذ الحروف ينقص من مائة و تسعة وخمسين حرف تقريبا 12 137 يكون مجموع بضغط 137 تقريبا أكيد خلص 137 إذن تكون مائة وسبعة وثلاثين حرفا تقريبا نعم فإن لم يحسن إلا آية واحدة منها أو من غيرها كررها بقدرها نعم قوله فإن لم يحسن إلا آية واحدة منها أي من الفاتحة بأن يقول الحمد لله رب العالمين أو من غيرها أي من سورة غيرها كالقول هو الله أحد مثلا لا يعرفه إلا هذه الجزئية قال كرره بقدرها فيكررها سبع مرات لكي تكون سبع آيات فإن كان هذه الآية عدد حروفها يكفي عدد حروف الفاتحة فالحمد لله وإلا زاد بحيث يكون عدد حروفها موافقا لعدد حروف الفاتحة فإن كان يحسن آية منها وشيء من غيرها كرر الآية للشيء بقدرها نعم لو كان يحفظ آيتين آية من الفاتحة وآية من غيرها أو آيات من غيرها فإنه يجب عليه أن يقرأ هذه الآية التي من الفاتحة ويكررها لأنها جزء من الواجب فإن لم يحسن إلا بعض آية لم يكرره وعادل إلى غيره نعم ولم يكرر هذا البعض وإنما ينتقل إلى غيره من التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير وسيأتي بعد قليل معنى قوله إلى غيره يعني كلمات الأربع يجب عليه أن ينتقل للأربع فإن لم يحسن شيئا من القرآن حرم أن يترجم عنه بلغة أخرى كعالم نعم يقول فإن لم يكن محسنا شيئا من القرآن لا يحفظه شيئا من القرآن حرم عليه أن يترجمه في الصلاة فلا يقرأ في الصلاة ترجمته لأن القرآن معجز بلفظه فلا يترجم حين ذك قوله كعالم أي كالعالم به فلا فرق بين العالم والجاهل به أو الذي لا يحسن قراءته وترجمته بالفارسية أو غيرها لا تسمى قرآنا نعم لأنها إنما هي ترجمة لمعنى لأن القرآن لا يحيط بمعانيه إلا رب العالمين جل وعلا وذاك لا تنقضي عجائبه ويعني معانيه جليلة فإنما تقول هذه ترجمة للقرآن فليس بصحيح وإنما ترجمة لمعانيه أو تفسيره فلا تحرم على الجنوب ولا يحنث بها من حلف لا يقرأ نعم فحين إذن الجنوب يجوز له مسها ومن حلف لا يقرأ لو قرأ بغير العربية جاز له ذلك ولا يحنث به وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة نعم قال وتحسن للحاجة ترجمته إذا احتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة يعني لمن أرد أن يتعلم معاني القرآن فيحسن أن يترجم له معنى لكن لابد أن يبين أن هذا ليس هو القرآن وإنما هو فهم الناس له وحصل الإنذار بالقرآن دون تلك اللغة كترجمة الشهادة نعم قوله وحصل الإنذار بالقرآن الله عز وجل إنما أنذرنا بالقرآن دون تلك اللغة التي ترجم إليها قال كترجمة الشهادة معنى قوله كترجمة الشهادة يعني أن الحكم الذي صدر من القاضي إذا ترجمت شهادته الشاهد فإن الحكمة بني على الشهادة لا على ترجمتها وينبني عيقظة الضمان عند الخطأ وغيره ولازمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر نعم قول مصنف ولازمه أي لازم الذي لا يحفظ آية من القرآن سواء الفاتحة أو من غيرها أن يأتي بهذه الكلمة الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقد ورد في ذلك حديث وهو حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه ذكر أنه يذكر هذه الكلمات وجاء في حديث ابن أبي أوفى زيادة جملة خامسة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله أخذ من ذلك فقهاؤنا أنه يجب الإتيان بالأربع الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ويجوز أو يندب الإتيان بالحوقلة فهم باب الندب أو الجواز وهذا الجنب بين الحديثين هو الذي مشى عليه منصور وهو الأقرب والأوجه فيكون الإتيان بالأربع واجب لمن قدر على الأربع فإن لم يحسن إلا بعض الذكر كرر بقدر الذكر طيب هنا عندنا مسألة أو ثلاث مسألة متعلقة بقوله فإن لم يحسن إلا بعض الذكر قوله إن لم يحسن بعض الذكر يعني لا يحفظ الفاتحة ولا آية من الفاتحة ولا آية من غيرها فيجب عليه أن يأتي بالكلمات الأربع هذه فإن لم يحسن إلا بعضه يعرف سبحان الله فقط ولا يستطيع أن ينطق بالعربية غيرها قال المصنف كرره أي كرر ما عرفه كالتسبيح بقدر الذكر أي بقدر قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيأتي به بمقدار هذه الكلمات الأربع لا بقدر الفاتحة ونستفيد من ذلك حكما مهما وهو أن من لم يكن محسنا للفاتحة أو لآية من القرآن لا يلزمه أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر بقدر حروف الفاتحة وإنما يكفيه مرة واحدة لأن هذه الكلمات الأربع هي بدل من غير جنس المبدل عنه وما كان من غير جنس المبدل فلا يلزم فيه المساواة مثل التيمم لا يلزم أن يكون مسحا لجميع أعضاء الوضوء وهذه قاعدة البدل والمبدل يفرق بين البدل الذي من الجنس والبدل الذي ليس من الجنس هنا عندنا مسألة مهمة وهي قضية ترجمة التسبيح مر معنا أن ترجمة القرآن لا تجوز في الصلاة لكن من لم يكن محسنا للتسبيح فماذا يفعل؟ هل يترجمه أم لا؟ هذه مبنية على أصل مر معنا في أصول الفقه وهي مسألة هل بعض الآية معجزون أم ليس معجزا؟ لأن سبحان الله بعض آية ولا إله إلا الله بعض آية وهكذا وقد مر معنا هناك أن القاضي وتبعه غيره قالوا وبعض آية معجز وأن عامة أصحاب أحمد أن بعض الآية ليس بمعجز لا إعجاز فيه وبناء على هذا الأصل وهو أن بعض الآية ليس بمعجز قرر جمع من المتأخرين المحققين كمرعي أنه يجوز ترجمة هذه الكلمات الأربع في أثناء الصلاة فيسبح بغير العربية بأي لغة شاء هنا مسألة قد بعض الناس يقول هذه هل تتصور في العرب؟ نعم متصورة وأعرف رجلا كانت أمه عليها رحمة الله لا تصلي هو يقول لي لا تصلي فسألها لما لا تصلي فبعد الحاحن عرف أن أمه إنما امتنعت من الصلاة لكونها لا تعرف القراءة ولا تعرف قراءة الفاتحة ولا غير ذلك فذهب هو هذا لحد المشايخ وهو الشيخ عبد العزيز مباز ويقول لي هو في نفس اليوم فقال له الشيخ فقط تسبح وتهلل وتحمد الله فرجع إلى أمه وقال لها ذلك فمن ذلك اليوم إلى أن ماتت ما تركت الصلاة ولذلك انظر كيف أن الجهل أحيانا بالحكم يعني يجعل كثير من الناس يحرم خيرا كثيرا وهذا الشاب كان وقتها صغير جدا في الثانوي ربما عرف الحكم فكان خير أمه وصلاحها بسبب هذا الحكم الذي تعلمه وذلك العلم مبروك على صاحبه وعلى أهل داره أبيه وأمه وزوجه وأولاده وبناته وإخوته وأخواته نعم فهنا قوله كالأخرس يعني تشبيههم في الحكم فهو إن شاء الحكم وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ لأنه مر معنى أنه عبث وَلَمْ تَلزَمُهُ الصَّلَاةُ خَلْفَ قَارِئٍ طبعا قوله وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ أيضا مر معنى أن بعض من المتأخرين وإن كان ليس هو المعتمد قالوا أن تحريك اللسان يؤدي البطلة لأنها حركة وليس بصحيح لأنها ليست حركة كثيرة قوله وَلَا تَلْزَمُهُ أي وَلَا تَلْزَمُ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ الصَّلَاةُ خَلْفَ قَارِئٍ لأن من الفقه من يقول يلزمه ذلك وهو قول بعض الحنفية لأنه إذا صلى خلف قارئ سقطت عنه قراءة الفاتحة لكن يستحب له ذلك وَمَنْ صَلَّى وَتَلَقَّنَ الْقِرَاءَةَ مِنْ غَيْرِهِ صَحَّةَ قوله وَمَنْ صَلَّى وَتَلَقَّنَ الْقِرَاءَةَ معنى تلقى يعني بجانبه رجل يقرأ القرآن فتلقنا القراءة منه صحة صلاته حينئذ هنا فائدة يعني هنا المصنف قال تلقنا وبعض النسخ تلقف وفرقوا بين تلقنا وتلقف أن التلقف هو الذي يكون بسرعة فكأن بجانبه رجل يقرأها بسرعة فقرأها كذلك منه بسرعة معه بسرعة ففيها معنى زائد وقوله تلق من يشمل التلقف وغيره وهتان اللفظتان موجودتان أيضا في الفروع وقد أفاد بن قندس أن الظاهر أن صاحب الفروع كان أولا كتبها تلقف ثم عدلها في آخر نسخه فجعلها تلقنا وعلى ذلك فإن معنى في النص أنه تلقنا أولى من تلقف التي شرحها بعض الشرح بعض الشرح والهواشي مشهوا على النسخة الأخرى تلقف وهذا الترجيح لهذه النسخة لنعلم معنيين كلام من قندس أنها آخر صيغة صاحب الفروع والأمر الثاني أنها معنى أشمل فتشمل التلقف بسرعة وغيره فاصل ثم يقرأ البسملة سرا نعم قوله ثم يدل على أن البسملة إنما تقرأ والقراءة بعد ذلك وما بعدها إنما تقرأ بعد الفاتحة وهذا يدل على حكم وهو أن كل قراءة لسورة قبل الفاتحة لا يعتد به فلا يعتبر معتبرا حين ذاك فلابد أن يكون بعد قراءة الفاتحة وقوله يقرأ البسملة سرا سيأتي أن لها حالتين حال الأولى أن يقرأ السورة بعد ذلك من أولها لا شك أنه يستحب قراءة البسملة حين ذاك والحالة الثانية أن يقرأ من وساط السورة فسيأتي كلام صنف أنه جائز يجوز له القراءة والحالة الثالثة أن يقرأ من أول سورة تبارك فإنه يمنع من ذلك ويكره إذن أصبحت عندها ثلاث صور ثلاث صور نعم ثلاث صور وسيأتي في كلام صنف وعلى ذلك فقوله ثم يقرأ البسملة سرا يندب إن قرأ من أول السورة نعم ثم سورة كاملة وهذا يدل على المعنى ذكرته قبل قليل قوله ثم سورة كاملة لأنه قرأ من أول السورة فيستحب له أن يقرأ البسملة قوله ثم سورة كاملة لأن المستحب أن المأموم يقرأ سورة أعفهم أن المصلي منفردا أو إماما يقرأ في كل ركعة سورة كاملة وقد ذكر ابن القيم أن هذا هو المحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالات قليلة فأغلب أحواله أنه يقرأ في كل ركعة سورة كاملة من أولها إلى منتهاها وبناء على ذلك فنقول إن أفضل الأحوال أن يقرأ سورة كاملة ثم يليها أن يقرأ بعض السورة ويجوز أن يقرأ أول السورة وقد اتفق على جوازه ويجوز أن يقرأ من أواسطها وأن يقرأ من أواخرها لأن من أهل العلم منكرها القراءة من أواسط السورة وأواخرها والصواب أنها جائزة ولكن الأفضل أن يقرأ سورة كاملة عندنا هنا مسألة أورده قهاؤنا وهو ما الأفضل أن يقرأ سورة كاملة قصيرة أم يقرأ بعض سورة من أولها أو وسطها أو آخرها لكن تكون أطولة في القراءة أيهما أفضل قالوا الأفضل أن يقرأ سورة كاملة وهذا يشمن حتى قيام الليل الأفضل ذلك قد يعني يراعي ذلك الأئمة أحيانا والمنفرد في قيام الليل فنقول الأفضل لك أن تقرأ سورة كاملة ولو كانت نص عليها فقهاؤنا أفضل من بعض السورة ولو كانت أطول نعم وتجوز آية نعم ويجوز أن يقرأ آية وتعبير المصنف يجوز آية مطلق يشمل الآية المستقلة بمعنى وحكم أو حكم والآية غير المستقلة هذا ظاهر كلامهم الآية المستقلة واضح وأما الآية غير المستقلة فمن أمثلتها ثم نظر وقوله جل وعلا مدهام متاني هذه غير المستقلة فظاهر كلامهم أنها مجزئة ويحصل بها السنية ولكن قيده بعض المتأخرين وهو الشيخ منصور أن القراءة المشروعة يشترط في الآية المستقلة أن تكون تامة معنى وحكمة فلا بد من تمامها معنى وحكمة وكلام منصور وجيه جدا كلام منصور وجيه جدا إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة كآية الدين وآية الكرسي نعم هذا نص عليه أحمد في رواية حرب وأحمد بن هاشم الأنطاكي سألوه من يقرأ مع الفاتحة آية أو آيتين فقال أحمد إذا كانت آية كبيرة مثل آية الدين وآية الكرسي هكذا نص أحمد بالمثال فهذا يدل على أنه التقييد الذي استحبه أحمد لكي تكون طويلة فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبس من نصه نعم قوله فإن قرأ من أثناء السورة يعني افتتح القراءة من أثناء السورة فلا بأس ومر معنى أنها جائز وأن يبسمل لها كذلك سواء في الصلاة أو خارج الصلاة سواء في الصلاة أو في خارجها ولكن ليس مستحبا لأن المستحب أن يبسمل إذا كانت وجدت البسملة وهي افتتاح السور في غير براة وقد مر معنا قبل قليل أن البسمة لثلاثة أحوال مستحبة في أوائل السور مكروهة في التوبة في أواسط السور مباحة هو من باب المباحة ولا ينكر قول مصنف نصا مراده في ذلك ما نقل أبو داود في مسائله أنه قال سئل أبو عبد الله عن الرجل يقرأ العشرة أو السبعة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أحمد إن قرأ فلا بأس والذي يستحب أن يقرأ كما هو في المصحف في مواضعها مثل ما ذكرت لك تماما يعني حيث وجد البسمة هيقرأه المستحب وإن كان في غير صلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت نعم قوله وإن كان في غير صلاة يعني فلا بأس أيضا أن يبسمل إذا قلنا وإن كان في غير صلاة متعلقة بالجملة السابقة معطوفة وإن قلنا إنها استئنافية وكلا هما معنى صحيح فإنه إن كان يقرأ الفاتحة في غير الصلاة فإن شاء جهر بها وإن شاء خافت فيجوز له قراءة السورة غير الفاتحة فله أن يجهر وأن يخافت بالبسملة وكلا الأمرين محتملة أن تكون واو استئنافية وأن تكون عاطفة نعم قوله ويكره الاقتصار على الفاتحة نعم قوله ويكره الاقتصار على الفاتحة يعني قراءتها دون سورة بعدها مكروه ذلك إلا طبعا كما تعلمون في الركعتين الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء والثالثة من المغرب فإنه يجوز الاقتصار على الفاتحة وقول المصنف يكره الاقتصار يشمل الإمام ويشمل المنفرد كذلك فإنه يكره له الاقتصار عليها نبه على أنها شامل للحكمين ابن قايد فقال هو ظاهر كلامهم وهذا الاقتصار قالوا مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة السورة بعدها وما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تركه مكروه هذا الأمر الأول الأمر الثاني أنهم ذكروا أيضا هناك أشياء أخرى مكروهة في القراءة فمما ذكروا كراهته أنه يكره قراءة كل القرآن في صلاة الفريضة يكره أن المرء يقول أريد أن أفتتح القرآن في صلاة الفريضة فيقرأه كاملا هذا مكروه لأن قراءة القرآن قد يأخذ من الشخص ربما خمس ساعات ربما لأن الذي يحفظ ربما يقرأ الجزء في عشر دقائق فيقرأ في الساعة ستة أجزاء فيقرأ القرآن كله في خمس ساعات فيمكن أنه يختمه في الفريضة قالوا هذا مكروه لأنه ليس معهودا ولأنه فيه قد يؤدي إلى خروج الوقت نحو ذلك أما قراءة القرآن كاملا في النافلة فيجوز وقد جاء أن عثمان ختم قرأ القرآن في ركحة وليس مراد ما نقل عن عثمان أنه قرأه حقيقة من الفاتحة إلى الناس نص على ذلك أحمد وأيده الشيخ تقي الدين فقد نقل عبد الله بن أحمد في مسائله أن عثمان رضي الله عنه معنى قراءة القرآن بمعنى أنه يقرأ التفارق يقرأ من أوله أوائل السور ويقرأ من وسطه ومن كل جزء منه يقرأ جزءها لا أنه قرأه من أوله إلى آخر وهو كذلك كما بيّنه أحمد نعم وتكون في الفجر بطوال مفصل وأوله قاف نعم يعني استحب أن يقرأ بالمفصل وأوله قاف لماذا أنص على قاف للاختلاف هل أوله الحجرات أم قاف نعم ويقرأ في قصاره في الفجر من غير عذر كسافر وماراض ونحوه نعم لأنه استحب إطالة القراءة في الفجر حتى يختم صلاته في قرب الإسفر نعم ويقرأ في المغرب من قصاره نعم يقرأ في قصاره كما جاء في الحديث وأرسل به عمر إلى الأمصر ولا يكره بطوال قصار يبدأ من الضحى إلى النس نعم ولا يكره بطواله فإن لم يكن عذر النص نعم قال ولا يكره بطواله أي بطوال القرآن وليس طوال المفصل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف في صلاة المغرب وقول المصنف إن لم يكن عذر إن لم يكن عذر هذا الشرط فيه إشكال وجه الإشكال أن بعض المحشين وهو الشيخ محمد الخلوتي ذكر أن هذا الشرط مفهومه أنه إذا وجد عذر فيكره القراءة بالطوال في المغرب وهذا ليس صحيحا فإن ظاهر عبارة المنتهى وغيره أنه لا يكره القراءة بالطوال وجد عذر أو لم يوجد عذر وذلك لو أن المصنف قال وإن لم يكن هناك عذر لنحل الإشكال بزيادة الوضع فلا يكون له مفهوم حين ذاك وفي الباقي من أوساطه أوساطه أي واسط المفصل إن لم يكن عذر فإن كان لم يكره وفي الباقي من أوساطه أي وساط المفصل مفهومه أن الظهر والعصر والعشاء متساوون في القراءة وذكر جماعة من المحققين بن بن قندس وبعض المحشين كابن حميد أن ظاهر كلام أحمد هو إطالة الظهر أكثر من العصر فتكون أطول إن لم يكن عذر فإن كان لم يكره بأقصر منه نعم فإن كان هناك عذر لن تكره القراءة بأقصر من الطوال في الفجر ولم يكره القراءة بأقصر من أوسط المفصل في الظهر والعصر والعشاء وأما المغرب كما تعلمون إنما يقر فيه بقصار مفصل فلا أقصر منها ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح وأوليين المغرب والعشاء نعم هذا بالإجماع ولكن يزاد عليه الجمعة والعيد والاستسقاء كما تعلمون ومثلها الترويح والوتر وهنا أيضا ملحظ أن الفقه لما ذكروا ما يجهر فيه في القراءة قال ويجهر الإمام بالترويح والوتر لأنهم يفرقون بين الترويح والوتر الذي يصلي في رمضان هو قسمان ترويح ووتر وهم يفرقون بينهما فيستحبون الجهر فيهما معا والمؤكد منهم الترويح والوتر دونه في التأكيد صلاته جماعة وذلك أبي كان يصلي الترويح ويخرج في الوتر ولا يصليها مع الإمام نعم ويكره لمأموم نعم قوله ويكره لمأموم أي الجهر مطلقا سواء كان في الصبح أو المغرب في السرية أو الجهرية ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر وإخفات نعم قوله ويخير منفرد فالمنفرد مخير أن يجهر بالقراءة أو يسر بها وكذلك القائم لقضاء ما فاته لو أن شخصا فاتته ركعة فأكثر فإنه مخير بين الجهر بالقراءة وبين عدم الجهر وأنا عندما قلت فاتته ركعة أو أكثر مبني على مشهور المذهب في مسألة أن المأمومة إذا دخل المأمومة المسبوق إذا دخل مع الإمام فما أدركه مع الإمام هل يكون آخر صلاته أم أنه يكون أول صلاته والمذهب كما تعلمون أنه آخر صلاته فحينئذ من فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة الجهرية على مشهور المذهب وهو متجه كلامهم جدا من حيث الدليل فإنه إذا قام يشرع في حقه أو على سبيل التخيير الجهر وعدمه وأما على الرواية الثانية أن ما أدركه المأموم المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته وإنما فاتته ركعة أو ركعتان فحينئذ على قول هذا الوجه فإنه لا يشرع له مطلقا أن يجهر وإنما يسر وَلَا بَأْسَ بِجَهْلِ اِمْرَأَةٍ إِذَا لَمْ يَسْمَعَهَا أَجْنَبِيٌّ وَخُنْثَا مِثْلُهَا نعم قول المصنف وَلَا بَأْسَ بِجَهْلِ اِمْرَأَةٍ إِذَا لَمْ يَسْمَعَهَا أَجْنَبِيٌّ بأن صلت وحدها أو صلت بنساء فإنه لا بأس به ليس مسنونا وإنما لا بأس به مفهوم هذه الجملة أنه إن سمعها أجنبي حرم حرم ذلك ووجب عليها أن تسر وجب عليها أن تسر صرح بأنه يجب عليها أن تسر ابن النجار في شرحه لكتابه المنتهى أنه يجب عليها أن تسر مفهوم هذه الجملة وجوبا يعني هكذا قال وجوبا لمفهوم هذه الجملة ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا ولو جماعة كصلاة سر قول المصنف ويسر في قضاء صلاة جهر نهار صلاة النهار إذا قضاها في إما أن يصليها نهارا وإما أن يصليها ليلا يعني لو أن شخصا وجبت عل فاتت صلاة يجهر فيها وهي المغرب والعشاء والفجر فاتت تلك الصلوات الثلاث فقضاها بعد خروج وقتها فإن قضاها في النهار فإنه يسر وهذا معنى قوله ويسر في قضاء صلاة جهر نهارا أي إذا صلىها في النهار وإن كانت الصلاة جهرية وهي المغرب والعشاء والفجر لأن العبرة هنا بوقت القضاء لا بوقت الوجوب عليه وقول المصنف ولو جماعة أي ولو صلى بالناس جماعة مثل من فاتت صلاة الفجر إنه يخير إذا صلى جماعة فجعل في من صلى صلاة جهرية قضاء في النهار يخير بين الإسرار وبين الجهر وأما مشور مثل فما ذكره مصنف قال كصلاة سر فإنه يسر بها سواء كان قد قضاها في النهار أو قضاها في الليل ويجهر بالجهرية ليلا في جماعة فقط نعم يعني ويشرع أن يجهر بالجهرية مثل المغرب إذا صلىها بعد العشاء أو العشاء إذا صلىها من يوم الثاني ليلا في جماعة فقط إذا صلىها جماعة وأما وحده فإنه لا يكون مستحبا وإنما يكون مخيرا إذا قضاها مفردا فإنه يكون مخيرا ويسر بها نعم ويكره جهره في نفل النهارا وليلا نعم كل صلوات النفل يسر بها نهارا ويكره الجهر بها إلا أن تكون الصلاة من الكسوف والاستسقى فإنه يجهر بها يراعى المصلحة نعم وقال وليلا يراعي المصلحة شوف هنا خطة في علامات الترقيم لأخبطت الشيء قوله ويكره جهره في نفل النهارا انتهت الجملة فالكراها متعلقة بالنفل نهارا فقط انتهت الجملة وقوله وليلا الواو استئنافية ليست عاطفة يعني وأما في الليل فيراعي المصلحة فانظر كيف أن علامة الترقيم غيرت المعنى تغييرا جذريا إذن قول مصنف وليلا يراعي المصلحة هذه جملة مستئنافية معناها أن من صلى نفلا منفردا في الليل فإنه يراعي المصلحة والمصلحة إما في الجهر أو في الإخثات والإسرار فقد يكون المصلحة في الجهر لكي يطرد النوم عن نفسه أو لكي يخشع أو لكي يوقظ نائما بجانبه يعلم أنه إذا سمع قراءته تحفز للصلاة وقد يكون الإخفات أسر أفضل للإخلاص ونفي الرياء عن نفسه أو لأجل خشوع بعض الناس يخشع إذا لم يرفع صوته أو لغير ذلك من الأسباب كعدم إزعاج نائم والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر وبالليل من غروبها إلى طلوعها قاله ابن النصر الله نعم مر معنا أكثر من مرة أن مصطلح النهار له إطلاقاني وقد ذكر الشيخ تقيدين أن الإطلاقين كلاهم مستخدم في الشر في حيين مختلفة والمذهب أن النهار في أغلب المواضع يبتدئ حكمه من طلوع الفجر الثاني الذي هو الصادق إلا في مواضع قليلة مستثنى من هذه المواضع يستثنى هنا وذلك قال المصنف والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر لأن طلوع الفجر يجهر فيها بالقراءة وبناء على ذلك فإن من فاتته صلاة الفجر فصلاها ضحى ولو جماعة لا يجهر بالقراءة لأن النهار هنا متعلق بطلوع الشمس لا بطلوع الفجر وبالليل من غروبها إلى طلوعها أي طلوع الشمس لا طلوع الفجر وهذه تكلم عن أكثر من مسألة وفي أكثر من موضع الليل والنهر قوله قالها بالنصر الله ووافقه من بعده من المتأخرين وهذا الظاهر لأنك يخرج من اللازم بصلاة الفجر نعم وإن أسر في جهر أو جهر في سد بنى على قراءته نعم يبني على قراءته ولا يعد ذلك مبطن للقراءة وسيأتينا مثل سجود السهو في قضية الإسرار في الجهر والجهر في السرية ويستحب أن يقرأ كما في المصحف من ترتيب السور نعم يقرأ بترتيب السور كما رتبت في المصحف وعبر مصنف المصحف ألهنا المعهودة والمقصود المصحف الذي بين أيدينا وهو المصحف الذي كتبه عثمان وسأتكلم مع مصحف عثمان بعد قرية إن شاء الله نعم ويحرم تنكيس الكلمات نعم التنكيس هو قراءته المتأخر قبل الأول والتنكيس إما أن يكون للكلمات وإما للآيات وإما للصور يجب أن نفرق بين هذه الأحكام بين هذه الصورة الثلاث نبدأ أولا بالصورة الأولى وهو تنكيس الكلمات مثل أن تكون الآية قل هو الله أحد قل هو الله أحد أربع كلمات يبدأ بكلمة قبل التي قبلها حسب ما نزلت في كتاب الله هذا محرم لا يجوز ومن قرأ في الصلاة منكسا الكلمات بطلت صلاته قال المصنف يحرم تنكيس الكلمات وتبطل به الصلاة لأنه ليس قرآن إذ القرآن متعلق بنظمه وهذا ليس نظم القرآن وإن كانت الكلمات موجودة فالقرآن متعلق لإعجاز بنظمه فليس قرآنا فيكون كلاما من كلام الذي لا يجوز قراءته في الصلاة فتبطل الصلاة به وهذا معنى قوله تبطل الصلاة به نعم ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين كالآيات نعم قول المصنف ويكره تنكيس السور كالآيات شوف هذه الكاف في قوله كالآيات وهي كاف تشبيه فكأنه قال ويكره تنكيس السور وتنكيس الآيات لكن لماذا جعلها بهذا الصيغة سأذكره بعد قريب فالنوع الثاني والثالث على مشهور المذهب أنها مكروهة تنكيس السور وتنكيس الآيات ويترتب على كراهة تنكيس السور والآيات أن من نكس الآيات أو نكس السور فإن صلاته صحيحة ولا تبطل لأنه فعل مكروها ولم يفعل محرما طيب وقول المصنف ويكره تنكيس السور في ركعة أو ركعتين جعل الحكم في الركعة والركعتين التنكيس السور في الركعة هو أن يقرأ مثلا الفلق قبل قراءته قله والله وأحد أو يقرأ الناس قبل قراءة الفلق وقد جاء التنكيس بين السور في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء عن ابن عباس أنه قال صليته مع النبي فافتتح بالبقرة ثم بالنساء ثم العمران فقرأ النساء قبل آل عمران وقد قال إنها ترتيب حرف فيوجه فيها هذه الكراهة لكن هو جائز قوله كالآيات هنا الكاف تشبيه لأن كراهة تنكيس الآيات أشد وهو متفق عليه كراهتها بل قيل بتحريمها كما سيأتي بكلام الصنف والقول بتحريمها متجه وقوي جدا تحريم تنكيس الآيات طبعا وهذا مبني على أن الإعجاز يتحقق بآية فمن قرأ آية فتحقق بها الإعجاز فحينئذ يكون قد قرأ آية قال الشيخ ترتيب الآيات واجب لأن ترتيبها بالنص إجماعا وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء منه مالكية والشافعية فتجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها طيب نقف هنا قول مصنف قال الشيخ المراد به الشيخ تقي الدين قبل أن ننتقل الجملة بعدها مناسب هنا نذكر إشكال هنا نقل الشيخ المؤلف عن الشيخ تقي الدين أن الشيخ تقي الدين يرى أن ترتيب الآيات واجب وترتيب الصور عفوا أن تنكيس الآيات محرم وتنكيس الصور يبقى على الكراهة وضح الفرق بين ما حكاها الشيخ تقي الدين وبين ما ذكره المصنف ما شي معي طيب ما وجه الإشكال قبل أن نذكر كلام الشيخ أن المؤلف قال قال الشيخ استشكل هذه الجملة محمد الخلوتي فقال إن قول المصنف قال الشيخ من مفهومه أن ما نقله عن الشيخ يوافق ما سبق وأنه بمثابة التدليل لما سبق مع أن كلام الشيخ في الحقيقة هو مخالف له من حيث إيجاب أو تحريم عفوا تحريم تنكيس الآيات ووجوب الترتيب في قراءتها ولذلك يجاب عن الإشكال الذي أورده محمد الخلوتي بأنه لو زيد حرف الواوي لنحل الإشكال وهذا الذي فعله مرعي في الغاية فإنه زاد حرف الواوي قال وقال الشيخ ونحل الإشكال وانتهت المشكلة وانتهينا فلما زاد حرف الواوي مرعي أو الشيخ مرعي نحل الإشكال قال قال الشيخ ترتيب الآيات واجب هذا هو كلام الشيخ تقيدي نقله عنه تلميذه والظاهر أن كلام الشيخ ينتهي عند هذه الجملة وأن قوله لأن ترتيبها بالنص هذا تعليل من ابن مفلح هذا الذي يظهر لي من سياق كلام ابن مفلح قال لأن ترتيبها بالنص أي ترتيب الآيات بالنص إجماعا أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات بالنص ثم قال وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص أن ترتيب السور اجتهد بها العلماء بدليل اختلاف الصحابة كما سيأتي في ترتيب مصاحفهم في قول جمهور العلماء منهم المالكية والشافعية طبعا والحنابلة لأن ابن مفلح يراها ذلك فهو مذهب الأحمد والشافعية والمالكية كلهم على أن ترتيب السور إنما هو اجتهادي من الصحابة نعم في بعضها نصي فكان يقول اجعلوا سورة كذا بعد سورة كذا وفي بعضها اجتهادي من الصحابة رضوان الله عليهم ثم رجع لكلام الشيخ تقيدين وقال شيخنا فجعله قولا للشيخ تتمه فتجوز قراءة هذه قبل هذه أي فتجوز قراءة إحدى السور قبل السورة الأخرى سواء في ركعة أو في ركعة وذكرت لك الدليل قبل قليل وكذلك في الكتابة فيجوز أن تكتب سورة قبلها ووجد في مصاحف الصحابة شيء من ذلك وممن جمع ما ورد في مصاحف الصحابة ما ورد في مصاحف الصحابة غير الذي ورد في مصحف الذي اختطته عثمان الإمام عبد الله ابن أبي داود ابن سليمان بن الأشعث له كتاب اسمه كتاب المصاحف جمع فيه ما ورد من مصاحف الصحابة رضوان الله عليه قال الشيخ ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وذكرت لكم يعني أوسع من فصل في ذلك ثم قال نعم لكن لما اتفقوا على المصحف زمن عثمان صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها طيب شوف عندنا شيء يسمى بمصحف عثمان ما هو مصحف عثمان لما هدى الله عز وجل أبا بكر فجمع القرآن في موضع واحد وسماه الصحابة مصحفا لأنه صحف مجموعة ولم يكن مصحفا قبله وإنما هو القرآن يسمى مصحفا لأنه صار صحفا مجموعة جاء عثمان رضي الله عنه وهو الجمع الثاني واختطه بخط زيد رضي الله عنه زيد بن ثابت وبلغة قريش وسمي ذلك المصحف بالمصحف العثماني ونسخ منه للأمصار وأشهر الأقوال أنه نسخ منه أربع نسخ للكوفة وللبصرة وللشام والرابع يسمى المصحف الإمام أبقاه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا المصحف معلقا على السارية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها وذلك تسمى تلك السارية أو الاستوانة باستوانة المصحف وهذا معروفة هي التي يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان الصحابة يتحرون الصلاة عندها كأبي كسلمة بن الأكوع رضي الله عنه المقصود من هذا أن المصحف هذا يسمى المصحف الإمام مصحف عثمان هذا الرسم أجمع عليه الصحابة رضي الله عليهم وكما ذكر المصنف وكما ذكر المصنف صار مما سنه الخلفة وأجمعت عليه الأمة وهو على الأرضة الأخيرة لأن عثمان قال فما اختلفتم فيه فاجعلوه بلغة هذا الحي من قريش وبناء على ذلك نبني عليه حكم مهم جدا أن مصحف عثمان ليس فيه كل الأحرف السبعة وإنما فيه بعض الأحرف السبعة وهذه قاعدة مهمة ليست كل الأحرف السبعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف عثمان وإنما فيه بعضها لا أقول فيه أحدها وإنما فيه بعضها لأن الأحرف السبعة قد تكون في الكلام الحروف وقد يكون في الأداء وقد يكون أحيانا حتى في الوقوف فإن قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هما حرفاني نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالوقف والآخر بالوصل المقصود من هذا أن مصحف عثمان فيه أحد الحروف السبعة لا جميعه ويتبنى عليه الحكم الذي سيأتي بعدها قريب فقط أريدك أن تعرف أن المصاحف أربعة وأجلها المصحف الإمام الذي كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته قوله وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان مصحف عثمان عرفنا أنه محتوى على إحدى القراءات السبع طيب ما معنى الخروج عن قراءة مصحف عثمان معنى قولهم ذلك ونبح على هذا الملحظ أبو شامة في كتابه المرشد الوجيس لقراءة الكتاب العزيز أو نحو من ذلك قال إن مرادهم بموافقة خط المصحف ما يرجع إلى زيادة الكلم ونقصانه قال وأما ما يرجع إلى الهجاء وتصوير الحروف فلاعتبار في الرسم فإنه مضنة لاختلاف وأكثره اصطلح وذلك قد تختلف القراءات فيما يزيد عن الرسم فتشمل بعض القراءات اختلافا أحيانا في النقط وأحيانا في الحركة فكل ذلك يكون داخلا في مصحف عثمان قبل قليل مثلا عباد الرحمن منهم من قرأ عند الرحمن لأنها موافقة للرسم موافقة للرسم لأنها لم يرسم فيها الألف وهكذا إذن هذا ما يتعلق بمصحف عثمان وقول المصنف وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان يشمل كل قراءة ولو كانت القراءة عشرية قال بن مفلح في أصحي في أصحي في أصحي الروايتين عن أحمد وهنا مسألة نبه على هذه المسألة ابن الجزر في النشر وغيره وسأذكر لكم ما يؤيد ذلك أن القراءات السبع ويجب أن أؤكد هنا فرق بين القراءات السبع وبين الأحرف السبع القراءات السبع هذه مختلفة فالقراءات السبع قد تكون كلها حرفا واحدا من الأحرف السبع وقد تكون حرفين وقد تكون ثلاثة وهكذا فليست القراءات السبع هي الأحرف السبع وإنما هي متقاربة هذه القراءات السبع الموجودة بين أيدينا هي التي تعرفون قيل أن أول من انتقاها واختارها بمجاهد في كتابه السبع باعتبر أنهم الأوثق والأشهر وإلى آخر ذلك هذه القراءات السبع على بعض القراء منهم بعض الشذوذ كما عبر بعضهم وإذا قال بن مفلح إنما قرأ به بعض العشرة مما يخالف الرسم جزء قراءة خارج الصلاة لا في داخلها هذا كلام في أصح الروايتي من أين قلنا هذا؟ يقول أبو شامة القراءات المنسوبة لكل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنه بخلاف ما ينقل عن غيرهم فمما نسب إليهم مما فيه إنكار لأهل اللغة كالجمع بين الساكنين في التاءات في تاءات البزي وإضغام أبي عمر وقراءة حمزة بتشديد مصطاع فشدد الطاء ثم قال فكل هذا محمول على قلة ضبط بعض الروايات فيه وإن صح النقل فهو من الأحرف السبعة وإن لم يكن بعضه طبعا أنا هذا من عندي ولن يكن بعضه يعني من القراءة التي اختارها عثمان رضي الله عنه فقط أردت أن نبين لما قال ابن مفلح ولو وافق شيئا من العشرة نعم ويحرم لعادم تواتره نعم ويحرم إذا كان مخالفا وليس من المتواتر إذن عندنا صورتان شوف عندها الصور أو الصورة الأولى عندنا قيدان القيد الأول أن تكون من المصاحف والقيد الثاني أن يكون النقل فيه فإن كان الصورة الأولى أن يكون موافقا للمصحفي موافقا لإحدى القراءات العشر المتواترة أو لقراءة متواترة فإنه في هذه الحال بإجمع عجوز القراءة فيه ما فيش كم الصورة الثانية أن يكون من العشر من العشر لكنه مخالف لمصحفي عثمان فإنه لا يصح الصلاة فيه في كلام الفقهة فيها روايتها الحالة الثالثة أن يكون موافقا لرسم عثمان وليس من المتواتر وإنما من الأحد وقد صح سنده شوف وقد صح سنده فالمذهب والجمهور لا تصح الصلاة به ويحرم لا عفوا إذا خالف مصحف عثمان وقلت خالف الحمد لله إذا خالف مصحف عثمان وكانت قراءة أحد وصح سندها فالمذهب أنه يحرم القراءة به وتبطل الصلاة لأنها أحد ليست متواترة وقد خالفت المصحف وإن كانت ثابتة واختار الشيخ تقييدين أنه يصحي وسيأتي إن شاء الله الحالة الخامسة هذه المهمة أن توافق أو الرابعة أن توافق مصحف عثمان ولا يصح سندها وماذا بأولى إذا كانت مخالفة لمصحف عثمان مثالها أن يقرأ المرء بقول الله عز وجل في سورة المائدة فامسحوا برؤوسكم وأر جوليكم بالكسر فإنه موجود في كتب التفسير أن هذه قراءة أبي حنيفة وقد ذكر جمع من المحققين أن الجزء المذكور لابن المفضل في قراءات أبي حنيفة غير صحيح ومكذوب وأبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه براء من هذه الرواية المنسوبة له فحينئذ ذكر بعض الشراح أن تكلف بعض المفسرين في تأويل هذه الرواية سهل رده ونقول إنها لم تثبت هذه القراءة فهي ضعيفة لا تصح سندا فحيث لم تصح سندا فنقول حينئذ وكل رواية الجزء المنسوب لأبي حنيفة فنقول لا يصح القراءة به في الصلاة بل وتبطل إجماعا لعدم وجود الشرط وعنه وإن وافق أحدا ويحرم لعدم تواتره ويكره وعنه يكره قوله وعنه يكره هذه الرواية أنه يكره القراءة في هذه الحال والصواب يعني أنه إن كانت قراءة عشرية فإنه في رواية في المذهب ما ذكرت لك وإن كان مشهور المذهب أنه لا تصح وتصح إذا صح سنده نعم وتصح إذا صح سنده تصح كذلك إذا صح سندها ومر معنا أيضا في العشر المتعلقة بذلك طبعا تصح القراءة إذا صح سندها وكانت موافقة لمصحف عثمان لأنها غاية ما تكون لحنا واللحن لا يبطل القراءة وتصح بما وافق المصحف وإن لم يكن من العشرة نص طبعا هنا شرط لابد من اتيام به أن يصح سندها وهذا شرط لابد منه ذكره بمفلح وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي نعم والأحمد لم يكره إلا قراءة حمزة والكسائي فقط دون من عداهم كذا قال بمفلح وسبب كراهته لقراءتهما يعني وجود المبالغة في الإضغام وزيادة المدود ونحو ذلك والإضغام الكبير لأبي عمر نعم وكره أحمد الإضغام الكبير لأبي عمر البصري وخرد به أو بعض الرواة عنه كالسوس هو الذي فرد به نعم واختار قراءة نافع من رواية إسماعيل بن جعفر ثم قراءة عاصم من رواية أبي بكر بن عياش نعم قول مصنف اختار قراءة نافع ثم قراءة عاصم سبب اختياره أو نص اختياره ما جاء عن عبد الله أنه قال سألت أبي أي القراءة أحب إليك قال قراءة أهل المدينة فإن لم يكن فقراءة عاصم هنا نص أحمد على استحباب قراءة نافع نحن الآن نقرأ عن نختار القراءة عموما أنه قال قراءة المدنيين ونافع المدني ثم قراءة عاصم الكوفي وقول مصنف اختار قراءة نافع هي التي كان يقرأ بها أحمد في أغلب أحواله من رواية إسماعيل بن جعفر طبعا سبب اختيار أحمد للواية إسماعيل بن جعفر الذي ذكره أصحاب أحمد قالوا لأن إسماعيل بن جعفر كان ثقة في الحديث والقراءة معا والأمر الثاني قالوا لأن إسماعيل بن جعفر قرأ على شيبة شيخ نافع فيكون القراءة على نافع وقراءة على شيخه فهو من باب الترجيح بالعلوم وهناك سبب آخر فقد ذكر بن الجزري في الطبقات القراءة في ترجمة إمام أحمد أن الإمام أحمد قرأ على إسماعيل بن جعفر قرأ عليه عرضا بقراءة العرض فأحمد قد قرأ على إسماعيل ولم أجد النص الذي صرح فيه أحمد باختيار قراءة إسماعيل وإنما هو قرأ بها لأنه قرأها عرضا على إسماعيل بن جعفر كاملة بهذه الطريق هذا الذي يبدو لك لم أقف على النص الذي سمى أن قراءة شيخي إسماعيل أجود من غيره لكن قرأ بها نعم قوله ثم قراءة عاصم عرفنا اختيار أحمد لعاصم بعد قراءة المدنيين عموما قال من رواية أبي بكر بن عياش أبي بكر بن عياش هو من شيخ أحمد كذلك توفي أيضا مبكر فإنه توفي سنة 193 وإسماعيل بن جعفر مات قبل ذلك سنة 80 ومئة يعني مات وأحمل عمر 16 سنة قرأ عليه مبكرا أحمد أبو بكر بن عياش أسند عنه أحمد في الحديث كما في المسند روى عنه مباشرة وروى عنه بالواسطة لأن أبو بكر بن عياش في آخر حياته اختلط فلم يروى عنه أحمد بعد اختلاطه وإنما روى عنه قبل اختلاطه وروى عنه بالواسطة هل قرأ أحمد على أبو بكر بن عياش الذين ذكروا سنة أحمد في القراءة كابن الجزري لم يذكروا أنه قرأ عليه وروى عنه في الحديث لكن هل قرأ عليه الله أعلم ربما يكون قد قرأ على يحيا لأن من شيخه في القراءة أحمد يحيا بن آدم الإمام المحدث الثقة الثبت ويحيا بن آدم هو ممن أقرأ بل هو من أكبر القراءة المجيدين عن أبو بكر بن عياش أبو بكر بن عياش هو قراءة شعبة المعروفة عندنا فأنتم تعلمون أن عاصما أشهر الرواة عنه اثنان حفظ الذي حفظنا به القرآن ونقرأ به الآن في المساجد وشعبة ولكن الفقه لم يسموه شعبة وإنما قاله بكر بن عياش لأن في اسمه اختلافا كبيرا جدا جدا حتى قيل أنه اختلف فيه على أكثر من عشرة قوال 12 أو 13 قول بينما نافع المدني ذكر من الجزري أن القراءة أو الرواةة الذين روّوا عنه تسعة أشهرهم كما تعلمون قالوا وورش وورش الذي يقرأ به الآن كثيرا ثم يليهم في الشهرة الذي قرأ عليه إمام أحمد وهو إسماعيل بن جعفر فيعني أنا لا أدري لما اختار المصنف يعني لما نص الفقهاء منه المصنف وبمثلح كيد وقفوا على شيء لم أقف عليه في قضية إسماعيل بن جعفر وابي بكر بن عياش قيرا ما سبق نكون بذلك الحمد لله نهينا درس اليوم ونقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم وضارك عن نبينا محمد قبل أن أختم هناك مسألة متعلقة بالدرس الماضي أو مسألتان مسألة الأولى كنت قد ذكرت أن ذكر الحمدلة في الدعاء الذي ذكرته قلت أنني لم أقف على زيادة الحمدلة في دخول المسجد نبهني بعض الأخوة وأن أخ أنس إلى أن هذه الرواية موجودة عند ابن السن في عمل اليوم والليلة وقد ذكرها النووي والنووي كان بين يدي في الدرس الماضي لكن سبحان الله الذي جعل الله أنتبه له وهذا يدل على أن ابن آدم ضعيف والكتاب بين يديه ولا ينتبه له بل نفس الصفاحات ربما وقفت يعني نظرت فيها لكن شذ أو ند البصر فلم أستطع لم أنتبه لها فأنا أتراجع وأستغفر الله عز وجل عن ما قلته الأمر الثاني أيضا في ما ذكره المصنف وخالفه فيه صاحب المنتهى وغيره والتنقيح في مسألة متى يقوم المأموم هل يقوم عند رؤية الإمام إذا كان في المسجد أم لا وذكرت أن عبارة صاحب الإنصاف قريبة من عبارة صاحب الإقناع لكن وجدت صاحب الكشاف يقول إن عبارة صاحب الإنصاف مفهومها يوافق صاحب المنتهى وعلى ذلك ففهم صاحبي الكشاف أدق من فهمي لا شك وذلك لما أعدت النظرة في عبارة صاحب الإنصاف وجدت أن كلام صاحب المنتهى أجود فهي يعني أقرب إلى عبارة المنتهى والتنقيح منها إلى عبارة الإنصاف فقد أردت أن أنبه على هذين الأمرين الذي وقعت فيهما وذلك ابن آدم يخطف أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه نقف عند هذا القدر ولعلنا نكتفي بذلك وصل الله وسلام وبركاته شكرا شكرا